ونبقى حول نتائج الانتخابات وينضم إلينا من دونس سوفيان رجاب رئيس سحرير جريدة الصباح أهلا بك معنا في النشرة المغربية أستاذ سوفيان كيف تتوقف عند نتائج الانتخابات كيف قرأتها تقريبا هذه يعني أول مجلس نيابي سيكون غير حزبي يعني دون أحزاب رغم أن بعض الأطراط أو بعض النواب كانوا لهم صوابق حزبية لكن هذه المرة يعني الترشحات والنتائج كانت على الأشخاص يعني تقريبا مجنوب الشعب سيكون ممثل بصفة فردية في انتظار ربما ستكون هناك كتل برلمانية يعني ليست حزبية لكنها وسط غياب لأحزاب التقليديا معروفة في تونس سيد سوفيان وبالتالي أي مشهد سياسي مقبل عليه تونس في ظل هكذا نتائج بالضبط احنا يعني يعني هو مشهد جديد يعني تونس لأول مرة يعني منذ الاستقلال إلى اليوم الانتخابات التشرعية كانت انتخابات على القائمات وكانت انتخابات حزبية بالأساس لكن اليوم وبعد يعني عشرية سوداء وبعد تقريبا 12 سنة يعني من الثورة التي ولدت الخراب وخاصة المجلس النيابي الأخير الذي تم حله والذي سيطرت عليه حركة النهضة الإسلامية يعني شاهدنا شاهدنا يعني مجلس نيابي تعيس وتعيس جدا شاهدنا مجلس نيابي لم يقوم بدوره التشريعي بل كان أهمه الوحيد الصراعات السياسية وربما سنشهد مجلس نيابي اليوم مجلس نيابي جديد في شكل جديد في توجه جديد وربما سيكون وطني أكثر وربما سيكون بعيد عن الحسابات السياسية والشخصية الضيقة نأمل في مجلس نيابي لكن ماذا عن صلاحياته سيد سوفيان يعني ضمن كل المتوقعات أو ضمن كل المعطيات الآن من المتوقع فعلا بأن يكون هو برلمان جديد في شكله في تشكيلته بغياب أحزاب تقليدية لكن ماذا عن صلاحياته البرلمان الجديد سيكون ضعيف صلاحياته هذا مؤكد يعني الدستور الأخير ويعني المرسيم أضعفت تقريبا السلطة التشريعية ونأمل من هذا المجلس أن يعدل ما يمكن تعديله في إطار سلطاتها يعني ليس من المعقول أن يكون مجلس نيابي فاقد للصلاحية فاقد لبعض الخصوصيات التي تعودنا عليها يعني نحن نعلم جيدا ونطالب بمبدأ التفريق بين السلطة التنفيذية على حدة والسلطة التشريعية على حدة والسلطة القضائية على حدة يعني هناك مشاريع كثيرة هناك إصلاحات عديدة يعني لن أقول ترميمات بل إصلاحات من العمق سيتحمل مسؤوليته هذا المجلس يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة ويجب أن يكون مجلس وطني ليس مع السلطة التنفيذية وليس مع المعارضة بل مع تونس ومع هذا الوطن الذي عانى الكثير في السنوات الأخيرة سلطات هذا المجلس محدودة واضحة لكن من المطلوب إصلاح ما يمكن إصلاحها من المطلوب تعديل بعض التشريعات ومن المطلوب أعطاء المجلس النيابي كل الصلاحيات حتى يتمكن من قيام بمهام التشريعية حتى يتمكن من القيام بالإصلاحات المطلوبة والإصلاحات العميقة خاصة النواحي الأمنية والاقتصادية 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 أشكرا جزيلا كنت معنا من تونس على هذه القراءة سوفيان رجب رئيس سحرير جريدة الصباح ترجمة نانسي قنقر